هسألك سؤال كده تريكي شوية مين من المطربين اللي عمرك محبتهم؟ فيه أسئلة غير كده يعني؟ في غير نوع؟ لا مشكل مين من المطربين اللي عمرك محبتهم؟ أوليهم أغانية أنت محبتهاش؟ أو يمكن تكون غيرت رأيك لما كبرت وحبتها؟ فيه باس؟ قلتلك تريكي لا مش ضروري يعني أنا باللقاء الجميل هيدا مش حلو نحكي إلا عن الإشي الحلوة طب إيه الأغنية اللي أنت حبتها لما كبرت؟ إيه الأغنية اللي؟ حبتها بعد ما كبرتها؟ أو يمكن ما كنتش مثلاً وصلها لك وأنت في سن معين؟ دلوقتي أنت لقيت الأغنية دي بتعبر عنك؟ أو حبتها؟ في أغاني لفيروز لسيدة فيروز ما كنتش أفهم معانيها لأنني كنت طفل صغير لكن لما كبرت والأخص الأغاني الوطنية والوجدانية والإشياء اللي بتحكي عن الضائعة بتعرفي أنه نحن منحب هالشي سو ما كنت أفهمها ما كنت أعرف شو يعني هي فيه كمان مقاطع من مسرحيات الإخوان رحبيني يلي هي تنفع أن تكون دستور لبلد مثل مسرحية فخر الدين لما بيحكي هو شو بدي يعمل ببلده بتلاقي هاي الأشياء ما كنت فهمينها أنا وصغير كان بيحكي إيه؟ إيه اللي ما كنتش فهمه؟ الأبعاد الفكري الأبعاد الفكرية اللي بيقولوه في أبعاد فكرية أنا كان مخي أدي كده فلما مع الوقت ومع العمر ومع الخبرة بيفهم الواحد هاي دي الإشياء التفاصيل يلي هي أهمية أهمية الحاجات دي بالتفاصيل الأمير فخر الدين دورزي مثلا؟ أمير فخر الدين؟ هم؟ الدورزي؟ ما بارف إذا كان دورزي وقتا؟ أنا من الأشخاص اللي ما بيعني لي لا يعني أنا بس بقولك أمير فخر الدين يمكن كان من جبل لبنان إيه بس لا شك إنه هو صنع تاريخ لبنان سواء دورزي أو غير دورزي خلينا نقول لبناني على خلينا نقول لبناني بقوله حتى يقال بأنه هو من الأشخاص اللي بعت الخيالة بكل جبل لبنان يزرعوا سنوبر يلي هو بيعطيك أهم هوا في العالم شجرة سنوبر يلي بتدله 24 ساعة ترمي أكسجان فبقوله أنه الأمير فخر الدين ما بعرف إذا المعلومة مظبوطة هو أرسل كل خيالته على كل لبنان ليزرعوا شجر سنوبر ويرميه بالوذيان ومش عارف شو عشان كده صار عنا لبنان الأخضر والحمد لله طبقة السياسية الطائفية حرقت الأخضر طيب لو إحنا رجعنا للمسرحيات الغنائية بتحب الدندن لفيروز وانت قاعد في البيت؟ بحب فيروز يعني مش مهم إني دندن أنا فيروز هي الدواء الوحيد لقلي بكل حالاتي ترجمة نانسي قنقر